عبر الأقمص تنعي مباشرة من درعا ينضم لنا مراث الأخبال المحمد الحراني محمد مساء الخير النظام قصف اليوم بعد مواقع المعارضة في درعا القصف كان عنيفا ماذا جرى بالتحديد؟ نعم خديجة مساء الخير قوات النظام ما تزال تستمر بعمليات القصف ومنها جعل احياء درعا البلد التي تشهد معارك ما بين قوات المعارضة في الجبهة الجنوبية وأيضا قوات النظام المليشيات الموالية له في حي المنشية قصفت قوات النظام احياء درعا البلد الأحياء السكنية بصواريخ الفيل وراجمات الصواريخ بالإضافة إلى قصف معبر نصيب الحدودي بأربعة براميل متفجرة وسقطت بعض القذائف المدفعية في داخل الأراضي الأردنية المتاخمة للحدود السورية الأردنية ما تزال عمليات القصف مستمرة من قبل قوات النظام حتى هذه اللحظة على عدة أحياء في محافظة درعا ولسيما بلدة عيمة وأحياء درعا البلد وأيضا منطقة الشياح التي شهدت قبل يومين عمليات قصف من قبل قوات النظام بالقنابل العنقودية والبراميل وأوقعت على أثرها مزرابي حق المدنيين الهاربين من معارك قوات النظام وقوات المعارضة في حي المنشية هذا بالنسبة لما جرى اليوم في درعا البلد وإذا تم بالنسبة لريف درعا الغربي هناك اشتباكات ما بين فصال الجبهة الجنوبية وتنظيم داعش الإرهابي في منطقة حيط حيث قام التنظيم باستهداف بلدة حيط في ريف درعا الغربي في منطقة حوضة لليارموك بقذافة المدفعية سقطت على منازل المدنيين مما دفع فصال الجبهة الجنوبية إلى استهداف مواقع تنظيم داعش أيضا بالمدفعية والاشتباكات مستمرة حتى ذي اللحظة محيط بلدة حيط وتلعش ترى وأيضا محيط بلدة جلين وفي سياق مختلف قام أيضا هناك عبوة ناسفة قد انفجرت في سيارة تنقل المدنيين صباح هذا اليوم في الطريق الواصل ما بين بلدة الكرك الشرقي وبلدة المسيف رسقت على ثلاثة قتلى من المدنيين هذه العبوات هي سياسة النظام المتبعة منذ شهر في محافظة دعا والأسيمة المناطق المحررة التي تنتشر على عدة طرقات في المناطق القريبة من مناطق سيطرة النظام طيب لفت إلى موضوع نقل المدنيين من مكان إلى آخر يعني هناك حركة نزوحة كما سمعنا في الفترة القليلة الماضية اليومين الأخيرين خاصة من أين إلى أين يتجه المدنيون وكيف هو الوضع الإنساني في ظل هذا بالنسبة للمدنيين الذين يبطنون في درعا البلد منذ بدء معركة الموت والمذل هم نزحوا إلى السهولة المجاورة كمنطقة الشياحة هذه منطقة تقع الحدود الأردنية هناك بنية مخيم من قبل منظمات محلية لجأ إليها المدنيين أيضا هذا المخيم لم يسلم من قوات النظام وفي تم تعرض للقصف هناك حالة نزوحة كبيرة من حيات الرعابرة حيث هذا المخيم يقطونه قرابة الخمسة آلاف نسمة جلهم من النساء والأطفال والعجزة أما بالنسبة لمناطق سيطرة التنظيم داعش الذي يسيطر عليها في منطقة حوض اليرموك والأسيمة هي بلد تسيل وعدوان وجلين وسحم الجولان هذه المناطق عندما سيطر عليها تنظيم بشكل كامل اتخذ من المدنيين دروعا مشاريعا من تمكن من النزوح والهروب عبر السهول وطرقات الزراعية لجأ إلى مناطق قريبة كمخيم زيزون ومخيم عموريا وأيضا إلى بلدات قريبة كنوى داعل هناك حالة نزوح كبيرة يعانيها المدنيين في منطقة حوض اليرموك هربا من تنظيم داعش وأيضا هربا من المعارك التي تشتعل هناك نعم محمد الحراري مراسل الأخبار الآن من درعا كنت معنا مباشرة عبر الأخبار صناعية من هناك شكرا جزيلا لك